شكرا لك شادي ومشاهدين مرحبا بكم إلى هذا المجزء الإخباري مجزء 11 مساء وجه الرئيس عبدالفتاح سيسي بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كل مساحات مشروع مستقبل مصر الزراعي مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافي وذلك لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمراني المستقبلي المتوقع لتلك المنطقة في إطار الدلتة الجديدة كذلك خلال اجتماع الرئيس سيسي مع رئيس الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث تناول الاجتماع متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذي لكل من مشروع استصلاح الأراضي في محافظتي ألمينيا وبني سويف وكذا مجمع الصواب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استمرار الحملة التفاعلية التي يقودها التحالف حيث شهدت محافظة البحيرة لقاءا جماهيريا مواسعا ضمن الفعاليات الجماهيرية التي دعا لها الحوار الوطني ضمن الجولات التي يقوم بها التحالف الوطني في محافظات الجمهورية وقد شارك في هذا اللقاء مواطنون من كافة مراكز وقرى محافظة البحيرة لطرح ومناقشة القضايا والأمور ذات الأولوية ورفع طلباتهم ورؤيتهم لمجلس أمناء الحوار الوطني ويعبر هذا اللقاء عن مدى حرص إدارة الحوار الوطني على سماع أكبر عدد من المواطنين ونقل الحوار إلى المستوى الجماهيري وقد تناول اللقاء القضايا الملحة والتي تمثل أولوية بالنسبة للمواطن في محافظة البحيرة والتي في معظمها تقع ضمن المحاور الثلاثة للحوار سواء السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي مررت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يدين ضم روسيا مناطق أوكرانية وخلال الجلسة أكد مندوب روسيا أن الغربة أطلق حملة ابتزاز للدول النامية لاعتماد القرار ضد روسيا كما أكد أن القانون الدولي لا يحضر إعلان الاستقلال في أي مناطق أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكران أن على نظيره الروسي فلاديمير بوتين العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا وفي تصريحات له أعلن ماكران أن فرنسا ستزود أوكرانيا بأنظمة دفاع مضادة للطيران كما أعلن أن فاريس تعمل بالتعاون مع الدنمارك لتأمين شحنات إضافية من مدافع هاوتزر إلى أوكرانيا مشددا على أهمية تعزيز الوجود العسكري في أوروبا الشرقية بعد كثافة الضربات الروسية على الأراضي الأوكرانية أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة تكبر الدول الأوروبية على شراء الطاقة بأسعار مرتفعة وخلال كلمته بفعاليات أسبوع الطاقة الروسي بالعاصمة موسكو أكد بوتين أن واشنطن تحاول السيطرة على أسواق الطاقة في أوروبا كما أعلن أن استهدف خط أنابيب نوردستريم كان عملا إرهابيا هدفه حرمان قر بأكملها من الطاقة وأكد بوتين أن الأوروبيين يتحملون مسؤولية رفع أسعار الغاز والشراء من واشنطن بثلاثة أضعاف ثمنه مضيفا أن محاولة تقييد أسعار الطاقة الروسية سيتسبب في خسائر بقيمة 300 مليار دولار لأوروبا هذا وقد أشار بوتين إلى أن الأوروبيين يعملون على تخزين الحطب استعدادا لموسم الشتاء وأكدا أن الدول الناشئة ستعاني أيضا ارتفاع تكاليف استيراد الوقود مشاهدين الكرام نهاية الموجز الإخباري فاصل قصير ونعود مع الزملاء شادي واريهم لاستكمال حديث الأخبار في أمان الله